أعتقد أن هناك سببين رئيسيين لإعلان واشنطن عن نيتها الانسحاب أو الخروج من هذه المعاهدة السبب الأول في الحقيقة الآن ولسيما في الفترة الأخيرة الولايات المتحدة أدركت أنها تتخلف كثيرا عن روسيا فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية والصواريخ كروزا والصواريخ المجنحة وحتى الصواريخ التي تزيد سرعتها عن سرعة الصوت روسيا بالعكس حققت قفصة حقيقية في السنوات الأخيرة في هذا المجال والولايات المتحدة ربما بحثت عن حجة أو زريعة للإعلان عن انسحابها ولكنها في الواقع تريد ربما أن تستغل الوضع الذي قد ينشأ بعد الانسحاب للحاق بالروسيا هذا هو السبب الأول عما السبب الثاني فهناك بطبيعة الخال مخاوف الولايات المتحدة من تنامي القدرات العسكرية للصين لأن الصين عندما وقعت روسيا والولايات المتحدة على معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والصغيرة المدى لم تكن محسوبة في حسابات كل الساسة في العالم كان هناك رأي سائد بأن هناك دولتين عظميين وضخمتين فيما يتعلق بالقدرات النووية وأخرى من الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ المتوسطة والصغيرة المدى هما روسيا والولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي كما كان يسمى آنذاك في عام 1987 عما الصين فأصبحت بعد ذلك تزيد من قدراتها العسكرية وهذا أيضا يشكل خطر على الولايات المتحدة لأنه أيضا يندرج في الحرب غير معلنة في التجارة والاقتصاد بين واشنطن وبيكين وبالتالي أعتقد هذين العاملين لعباء دورهما في نية واشنطن وإعلانها الانسحاب من المعاهدة